طبعا كبير الله يكمل ولما نطلع معاك فده بنوصل لشريحة أكبر من الناس لعفوا يتواصلوا معنا يعني فأنا بشكرك جدا طبعا الأول مؤسسة النعاء الخير هي مؤسسة أهلية احنا كنا نشتغل نقل بكده بلده زي ما احنا قلت على فيروسي وحاليا بنشتغل على موضوع العيون احنا طبعا شايفين مهتمين شوية بموضوع الصحة لأن الصحة هو حاجة مهمة جدا في بلدنا يعني بالنسبة لي الشخص اللي هو مريض ده ممكن ولا يعفو يتعلم ولا يعفو يعمل حاجة خالص خلاص إنما الصحة بالنسبة له هو رقم واحد بالنسبة لنا يعني كمؤسسة مهتمين بيها بس فاحنا الحمد لله فكرنا في المبادرة دي المبادرة تعنيك فعلينا بالشراكة طبعا مع القطاع الخاص وابتدينا أن احنا ننزل فعلا ابتدينا من أول شهر 12 آخر شهر 12 2017 آه ده قريب يعني آه قريب ونزلنا كوفل فعلا في المنوفية والفيوم والبحيرة روح تبين في المنوفية آه روحنا كذا قرية اسمها منوف وقرية تانية اسمها ابنس اسم ايه؟ ابنس ابنس بانسة بانسة ده مارك ايه ده قدينا خبيرة ده أنا من منوف ده قد اول بقى ايه اول اولى هانبك كده آه آه ونزلنا الحمد لله وعملنا طبعا مسح وطبعا كان الحاجة الحلوة نحنا بعد كم يوم عملنا عمليات كمين حس الحمد لله احنا وصلنا بغاية ذاتي مئة عملية مئة عملية آه الحمد لله فده طبعا كان بالنسبة لنا انجاز كويس وطبعا الانجاز ده بقى يعني آه كان طبعا لما مصطفى جعلته في التقرير لما قبل سيادة الرئيس وسيادة الرئيس يعني بادر بالحاجة زي كده موضوع بليار جنيه طبعا كانت حاجة عظيمة جدا ان كمان الدولة تبقى مساندك في حاجة في المشروع لا اسه كمان فيه نقطة يعني بغض النظر عن الرقم بتاع السيادة الرئيس امر به فجرة الارادة السياسية يعني ما كانت هذه الحملة بتاع فيروس سي تنجح كل هذا النجاح إلا ما كان التشبيك المجتمعي الارادة المجتمعية متزمنة مع الارادة السياسية الاتنين دولة يحللوا اعتى المشاكل يفتحوا كل البواب ويفتحوا يعني نفس الناس للشغل يعني انت بتتكلم مع مبادرة اقول لي كم واحد يشتغل في مبادرة دي احنا مجموعة كبيرة الحمد لله في مجموعة احنا سبع مجلس امنا في صنع الخير ده غير الناس اللي على الارض بقى اللي هو في الكل احنا لدينا مكتب في كل محافظة فمشاء الله معنا فريق كبير يعني داخل فريق التبي طبعا لا الحمد لله مجموعة كبيرة يعني كويس ده شي كويس